موسيقى 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 طهب توقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العنوين موسيقى من موقع الموقع بوز جندي يقتل ثلاثة من القاعدة اعترفوا باغتية لوالده موسيقى مصادر تقول لصحيفة أخباري اليوم إن هادي سيعود إلى عدن بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة موسيقى القدس الصين تبني مدينة مطابقة للعاصمة الفرنسية باريس موسيقى أهلا بكم حضر وزير الإعلام في حكومة الحوثين محمد حامد حضر العمل الصحفي في صنعاه وتوعد من يمارس العمل الصحفي خارج الموجهات المطروحة من قبل إدارته بالسجن لذلك حسب ما نقله مسؤولا كبير في إحدى الوسالة العالمية الموالي للجماعة لمراسل يمن مونتر مشيرا إلى أن محمد حامد هدد جميع الوسالة العالمية بالسجن والاعتقال مشددا عليهم بأن الحكومة في الوقت الحالي ليست بحاجة إلى الإعلام في اجتماع بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاه بحجة وجود عدوان على البلاد فقال وزير الحوثيين لا نريد إعلاما في هذه الفترة وأي منشور في الأيام القادمة سينشر سيخص الجانب السياسي سيتم إحالة صاحبه إلى القضاء وفي موضوع آخر وصف يحيى بدر الدين الحوثي المعين وزيرا للتربية والتعليم في حكومة الحرب الداخلية لموقع من مونتر الكتاب المدرسي اليمني أنه منهج ظال وأضاف هذا المنهج منذ عهد الممالك الذين حكموا اليمن قديما وقاموا بتزييف التاريخ الإسلامي بحيث خرج هذا المنهج وكله ضلالة وفيه أفكار تخالف الشعب يعنون موقع الاشتراك نت حول ما تشهده محافظة تعز من اعتداءات متكررة من قبل مليشي الحوثي وقوات البخلوع بيانات متفرقة تدين مجزرة المليشي الأخيرة بتعز وتصفها بجرائم إبادة وقال الموقع أن الحكومة الشرعية طالبت المجتمع الدولي بإيقاف مليشيات علي صالح والحوثي من استهداف المدنيين حيث تشهد مدينة تعز أعنف جرائم إبادة ترتكبها المليشيات بحق المواطنين الأبرياء كما أدانا التحالف المدني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبتها المليشيات بحق المواطنين الأبرياء فيما السلطة المحلية بالمحافظة طالبت بدورها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لوقف المذابح ضد سكان المدينة من قبل المليشيات ثلاث عجاف تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في موقع يمن منوتر مضيفة انتصل البلاد إلى أدنى مستويات الخراب في كل المجالات خلال زمن قياسي مقداره ثلاث سنوات هذا منجز مذهل وغير اعتيادي يحسب للانقلاب الغاشم بجوار منجزه العظيم بتحويل اليمن إلى أكبر مقبرة للقتل بجهة وللأحلام بجهة أخرى في الكوارث يعد الزمن عاملا مهما فما حاولت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بنائه وترميمه في هذا الشعب من مبادئ الحرية بغرسها في الأجيال المتعاقبة خلال خمسة عقود منذ القضاء الشكلية على الإمامة الأولى ها هي الإمامة الثانية تعيد هذا الشعب إلى أسوأ مما كان عليه خلال ثلاث سنوات كان الإعداد لها جيدا خلال الخمسة العقود ذاتها هكذا تأتي الكوارث فتحيل الأحلام إلى أثر بعد عين وهذا تحديدا ما يحدث لليمن واليمنيين قد يبدو وضعنا للناظر في السطح سوءا بعضه فوق بعض شعب بلا دخل ولا صادرات ولا واردات محاصر برا وبحرا وجوا حرب واقتتال داخلي وتشضي اجتماعي أمراض منقرضة تفتك بالفقراء متزامنة مع جوع وتشريد ونزوح إنما تحت هذا الرماد المحترق استيقظوا جذوة الجمهورية والحرية التي لن تخمد أبدا في نفوس من ذاقوها واختبروا الإمامة التي هي النقيض لهذه الحرية تلك الجمهورية التي صنعها الآباء ففرط فيها الخوانة قد غرست بذرتها عميقا في أرواح اليمنيين وما هذه الأحداث إلا دافع لنمو متسارع لهذه الغرسة العظيمة بصورة تعاكس مشروع الإمامة أمالنا عريضة أن تكون يقظة الجمهورية وبغض الإمامة يصاحبها يقظة عقلية ضد أي فكر دخيل يهدف لتزيين العبودية في أذهان الناس عنوان بارز في موقع الموقع بوست يقول جندي يمني يقتل ثلاثة من القاعدة اعترفوا باغتيال والده وقال الموقع أن جندي ضمن قوات الشرعية أقدم على قتل ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة أثناء التحقيق معهم في جنوب البلاد بعدما أقروا باغتيال والده وهو ضابط برتبة عقيد وفقا لمصدر أمني ومصادر قبلية وقال المصدر الأمني في محافظة أبيان أن الجندي الشاب أقدم على قتل العناصر الثلاثة بشكل مفاجئ من دون أن ينال موافقة زملائه المحاققين ما أثار غضبهم وأشارت المصادر إلى أن والد الجندي قتل في هجوم لتنظيم القاعدة في مدينة لودر بمحافظة أبيان قبل أشهر في عنوان بارز ورد في صحيفة أخبار اليوم نطالة مصادر الرئيس هادي سيعود إلى عدن بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك وفي عنوان آخر أوائل طلاب جامعة عدن يحرقون شهادة تخرجهم احتجاجا على تجاهل مطالبهم ومن أبيان نجاة قيادي في الحزام من محاولة اغتيال والعثور على جثث زعيم القاعدة بالوضيع ومصدر أمني في تعز يتساءل عن صمت التحالف الشرعية حول الخروقات التي ترتكبها كتاب أبو العباس خطر والصراع والعبودية في اليمن تحت هذا العنوان كتب محمد شداد مقاله المنشور في موقع الموقع بوست نتابع يقول ويليام شيكسبير يا له من زمن عصيب هذا الذي يقود فيه بلهاء جماعة من العميان أنفسهم إلى العبودية معصوبي الأعين والعقول إنها العبودية الطوعية التي يمر بها بعض اليمنيين جهلا منهم بمجريات الأحداث في جبال شمال اليمن أو ردة فعل للمبارسات السياسية الظالمة التي وقعت بحق إخوانهم في الجنوب عبودية حديثة تقبلها قطاع كبير من الزاحفين على جبال اليمن وسهوله فقط لشراء فرص الحياة التي تزيد في عبوديتهم أكثر لقوى شريرة تهدف فقط لتحقيق أهدافها غير عابئة بمآلات الأحداث التي ستأول باليمنيين إلى أي حد ومدى مآس وصور قاسية من الاستعباد صنعت في أعماق الأميين الذين لا يطمحون في نهاية المطاف إلا إلى الإنغماس أكثر في رقص مروع في دهاليز الاستعباد تغيير ديمغرافي ممنهج وتغيير عمراني تشهده صنعاء للاستيلاء على البيئة الطبيعية والبشرية وتغيير هويتها اليمنية تاريخا ودينا وثقافة يساق المجتمع إلى طغيان طبقة على بقية الطبقات وثقافة على الثقافة الأخرى ومذهب على معتقدات الناس وتوجهاتهم السياسية والفكرية وحرمانهم من العيش في مجتمع تسوده روح العدل ومبادئ المساواة ذلك النهج التاريخي للمذهبية السياسية التي ربطت الإنسان من عنقه يقاد بها إلى كل المعارك ويحترق يصيبه القتل لا يدري لماذا يحرق حاضره ومستقبله بيده أطلق أهالي محافظة الضالع تسمية داعش على حشرة غريبة الأطوار تنتشر في مناطق مختلفة وقالت الصحيفة أو قالت صحيفة الأيام أن الحشرة انتشرت هذه الأيام وتقوم بحفر سيقان النباتات من قاعدة النبتة إلى القمة وتلتصق بالسيقان والأوراق قبل أن تقوم بحفرها وتتسبب بضمورها وحرقها وأضافت الصحيفة أن من بين النباتات التي داهمتها هذه الحشرة الذرة أو الذرة الرفيعة وشجر ثلقات التي تنشط كثيرا في تدميرها وأكد عدد من أبناء الضالع والمزارعين أن الحشرة لم يعرفوها من سابق وأنها ظهرت فجأة هذه الأيام وتعد من الحشرات الغريبة والفتاكة التي تدمر نباتات خلال ساعات من انتشارها فيها وناشد الأهالي في أضالع مكتب الزراعة والريب المحافظة النزول إلى أماكن انتشار الحشرة وأخذ عينات للفحص المختبري والقضاء عليها قبل انتشارها بشكل أكبر وقبل أن تقضي على مزارع المواطنين نشر موقع المجلة الإلكترونية المدنية تقريرا مطولا عن واحد من أهم طقوس ومزايا عدن وعنوان الموقع الشاي العدني هبة التفاعل الحضاري وهدية كل مقهى عدني وأقل الموقع أن الشاي العدني يعتبر سمة من سمات مدينة عدن التي عرفت الشاي بتقوصه الاجتماعية المحيط بشربه طيلة القرنين الماضيين وعدن كغيرها من المدن البحرية القديمة في العالم تتميز بالطقوس التقافية الراسقة والعادات الثرية والمتنوعة نتجة تفاعلها مع فضاء البحر المفتوح على قارات وأمم مختلفة في أفريقيا وآسيا وحتى أربع وأضافت المجلة أو مجلة المدنية في التقرير الذي أعدته عهد ياسين أن عدد مقاهي كريتر طبقا لمكتب بلديتها أكثر من أربعين مقهى ونقطة بيع شاي وتقدر إحصائية غير رسمية العدد الإجمالي العدد مقاهي عدن ككل بأكثر من 350 مقهى ونقطة بيع شاي والإقراءات أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير تبقى معنا حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء تتعرف من خلال ما شاهدت قانونا واحدا من القوانين المعرفية تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة ستعلم عندها أن الأقرب منك أن وضعنا العالم بين يديك أهلا بكم من جديد كناتج طبيعي للحرب في اليمن ترتفع الأسعار وبالتالي تزداد معها نسبة الفقر وذلك وفقا لصحيفة العرب الجديد حيث أظهرت بيانات متخصصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في اليمن بنسبة 35% في النص الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016 وفي وقت يتخوف فيه خبراء اقتصاد من إقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات من أجل جذب المقرضين والحصول على تمويلات الحكومة التي تهوت مواردها المالية تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ذكر أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية رافقته زيادة في نسبة الفقر لتوصل إلى 85% من إجمال السكان البالغ عددهم 27.4 مليون نسمة وأشرت تقرير الذي نشره المركز على موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي إلى أن ارتفاع أسعار السلع بنسبة 60% خلال عامين ونصف العام لافتا إلى تردي الوضع الإنساني لا سيما في ظل عدم تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين ويتوقع رجال أعمال وخبراء اقتصاد ارتفاع الأسعار للسلع المستوردة عقب قرار تعويم الريال وارتفاع سعر الدولار الجمركي من 250 ريال للدولار إلى 370 ريال للدولار ضبط أسلحة وعملات مزورة في طريقها إلى صنعاء كما قالت الصحيفة الاتحاد والتي أوردت في التفاصيل أن قوات الجيش الوطني تمكنت من ضبط شحنات محملة بالأسلحة والعملات المزورة والذخار في خط مأرب البيضاء كانت في طريقها إلى صنعاء مصدر عسكري قال إن الشاحنة التي تم ضبطها في إحدى النقاط العسكرية تحتوي على كميات كبيرة من النقود المزورة بالإضافة إلى كميات من ذخائر الدبابات وقذائف مدفعية متنوعة ومعدات ومسدسات كاتم للصوت رئيس الأركان وبحسب الصحيفة طلع على شحنة المضبوطة ووجه الجهات المختصة بسرعة استكمال التحقيقات الكاتب في الصحيفة الحياة اللندنية عرفان نظام الدين كتب مقالا عن حال العرب اليوم تحت عنوان النفق المظلم وطريق النجاة وقال في جزء من المقال لا خلاف على حقيقة ثابتة يعاني منها العرب وتقتل فيهم كل أمل بالخروج من النفق المظلم ولا اختلاف على واقع أن ما وصلوا إليه يمثل قيمة الانهيار والتخلفي واليأس بل إن هناك إجماعا بأن الدول العربية فرادة ومجتمعة تعيش حالة النزع الأخير لتتحول إلى ما يشويه الرجل المريض الذي يتسابق الآخرون على انتزاع أكبر حصة من التاركة غير آبهن بالمصير والأخطار والمؤسف أن الأهل يشاركون عن قز أو عن جهل أو عن عمالة ليس في دفن الرجل المريض فحسب بل في دفن الآمال والحاضر والمستقبل وكل ما يملكونه من إرث وميراث وحضارة وسيادة وثروات ففي الجانب الآخر يجلس أصحاب المطامع والغايات والأحقاد على طاولة اللئام يتقاسمون سرا وعلانية تركة الكرام المتوارثة أبا عن جد ويتوزعون الخرائط ويرسمون الحدود ويقيمون القواعد ويتقاسمون الغنائم ويتسابقون للحصول على أكبر حصة من المكاسب والمصالح بالقوة أو بالتفاوض وتبادل المنافع هذه الصورة البانورامية للوضع العربي تمثل جانبا واحدا من جوانب الكارثة المحتمة التي تهدد المصير بعد مرحلتين مرى بهما أو وصل في النهاية إلى ما وصل إليه الأولى تمثلت في تراكمات العهود وإهمال الأنظمة وأساليبها في إدارة البلاد وعدم حفظ الأمانة ومنع وقوعها في براثن المطامع والفساد والقمع والفشل في إقامة بنان تحتية اجتماعية ووطنية واقتصادية وعمرانية وتقافية وتعليمية متينة وقادرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات في كل زمان ومكان والثانية عدم بناء القوات الذاتية وتوحيد الصفوف لمواجهة الخطر الأكبر المتمثل في الخطر الصهيوني الذي يهدد أسس الكيان العربي ويسعى إلى محو الهوية وإشاعة أجواء اليأس والإحباط واتباع أسلوب القضم التدريجي ها هي الدولة الأكثر نمواً عالمياً تثبت النظرية حتى في العمران كما تقول صحيفة القدس العربي فقد استطاعت الصين أن تبني مدينة مطابقة لعاصمة النور باريس وبرغم كون هذا المشروع يعد جنونياً إلا أن المعماري تاينو تشينغ حققه منذ بداية عام 2007 وفق صحيفة تليغراف فإن المدينة بنيت لتضم عشرة ألاف شخص لكن يعيش فيها حالياً ألف شخص بشكل دائم وفي فيلم قصير تم تداوله كثيراً في الأون الأخيرة تظهر المدينة أو تظهر المدينة كأنها مدينة أشباح فالحلم في إنجاز مدينة مشابهة لباريس لم يحقق بريقاً كالمدينة الفرنسية التي تستقطب أكثر من 20 مليون سائح سنوياً وذكرت الصحيفة أن المدينة المستنسخة من باريس يقل فيها السكان نظراً لجغرافيتها ومكانها فهي محاطة فقط بالمزارع ويستخدم الصينيون هذه المدينة مكاناً تذكارياً لالتقاط صور أعراسهم هل تسألت يوماً عن دقيقة حدان؟ ذلك الوقت المستقطع للتعبير عن الحزن من أين جاءت؟ موقع هافبوست يجيب على هذا التساؤل بالقول تعود جذور دقيقة الصمت إلى البرتغال عندما توفي الدبلوماسي البرازيلي جوسي ماريا دا سيلفا في فبراير عام 1912 وذلك بعد معاناته مع الفشل الكلوي حيث كان يتمتع بشعبية وحب بالغين عند البرتغاليين وذلك لأنه كان من أكبر الشخصيات التي دعمت الثورة البرتغالية وساندت إقامة الجمهورية البرتغالية بدل النظام الملكي ما تسبب في موجة حزن عارمة ضد وصول خبر وفاته إلى لشبونة ما جعل رئيس مجلس الشيوخ أنذاك يقرر التخصيص عشر دقائق كاملة حزناً على روح الفقيد تطلب الأمر لانتظار ست سنوات بعد سنة 1912 حتى يطبق وذلك في بريطانيا حزناً على رواح الجنود القتلى في الحرب العالمية الثانية وقد تم اقتراحه تخصيص خمس دقائق في البداية إلا أن الملك جورج الخامس قرر أن يتم العمل بدقيقتين فقط بدل ذلك ولما تحول هذا العرف إلى دقيقة صمت بالفعل إلا سنة عام 1919 بفرنسا التي خصصت دقيقة حزن على ثقدان مجموعة من الجنود فإن تخصيص فترات للصمت لم يكن مستعملاً في البداية إلا عند رحيل الشخصيات المهمة أو الجنود الذين أدوا خدمة للوطن إلا أن تحول شيئاً فشيئاً مع مرور السنوات فأصبحت تخصص أيضاً للأشخاص العاديين الذين راحوا ضحية حادث كارثي مثل الكوارثة الطبيعية أو الأعمال الإرهابية فلسطين في ليل الاحتلال تحت هذا العنوان كتب إلياس خوري مقاله المنشور في القدس العربي مضيفاً عن الجرحة الأول في الجسد العربي جاءت هبة الأقصى لتذكر العرب والعالم بفلسطين فليل العرب الطويل الذي حول المشرق إلى أرض للمآسي وأسس لزمن النكبات في سوريا والعراق واليمن وليبيا حجب الجرحة الأول في الجسم العربي بعدما نجح الاستبداد والقوى الظلامية في تحويل العربي إلى شعوب من اللاجئين جاء إلي من أرضهم جرحاً مفتوحاً لا يرتوي من جماء الضحايا هذه المرة فلتسمح لنا أم مساعد بطالة رواية غسان كنفاني فخيمة عن خيمة لا تفرق الفدائيون غادروا خيامهم ولم يبقى سوى خيام اللاجئين أو أكواخهم المهدمة وصار البحر الأبيض مقبرة الهاربين من الجحيم في هذا الليل العربي والفلسطيني انفجرت هبة الأقصى مشكلة لحظة ضوء في العتمة فالشعب الذي ترك وحده في مواجهة مصيره عرف كيف ينظم صفوفه في مواجهة شعبية طويلة النفس أعلنت أن القدس لا تزال فلسطينية وعربية وأن الاحتلال بكل جبروته وعنصريته لم ينجح حتى الآن في تحويل القدس العربية إلى ضاحية إسرائيلية ملحقة بالقدس الغربية والمستعمرات الإسرائيلية لكن الانتصار النسبي في القدس يجب أن لا يحجب الحقيقة فإذا كانت القدس تحمل قيمة رمزية وثقافية عالية فإن المعركة التي يفرضها الاحتلال على القدس ليست معركة رمزية وإنما هي معركة شاملة واضحة الأهداف والوسائل فلسطين تواجه فصلا جديدا من نكبتها المستمرة منذ 69 عاما وهذا الفصل ربما يكون أقصى الفصول لأن المشروع الإسرائيلي العنصري يتم وسط عجزين كبيرين عجز عربي وعجز فلسطيني أطفال يسرقون الضحاكات رغم ألم النزوح التي قططهم عدسات الكاميرا لتكون هذه الصور المنشورة بصحيفة العرب الجديد والملئة بالأمل رغم الألم الكبير الذي يعيشونه نتابع اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور دمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة